هلو ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير دايما في فيديو النهاردة هنبدأ مع بعض الحلقة الثالثة من سلسلة التأسيس من الزيرو مع تيتشار سارة صابر على قناة ستاب باي ستاب يلا بينا نبدأ على طول لاتس جو طبعا احنا عرفنا قبل كده ان احنا عندنا 26 حرف في اللغة الانجليزية المعلومة دي تكلمنا عليها باستفادة قبل كده طيب ليه بنعيد تاني يا تيتشار الكلام ده لان ال 26 حرف اللي عندنا دول هنقسمهم النهاردة مع بعض كده لنوعين كم نوع يا ولاد؟ نوعين في حروف من ال 26 اسمها حروف متحركة اسمها حروف ايه؟ متحركة ممكن كمان علشان تبقى سهلة على الطفل ممكن نقول عليها ان هي شقية كده وهنعرف ليه هي شقية الحروف المتحركة ممكن نقول عليها ان هي شقية طيب بنقول عليها ايه بالانجليز؟ بنقول عليها فاولز فاولز طيب والنوع التاني اسمه ايه؟ اسمه حروف ساكنة حروف ساكنة اسمها ايه بالانجليز طيب يا تيتشار؟ اسمها كونسننت كونسننت يبقى الحروف الساكنة اسمها كونسننت لكن الحروف المتحركة اسمها فاول تمام خلينا نبدأ بالحروف المتحركة اللي هي الشقية الفاولز الفاولز عددهم خمسة كم فاول عندنا؟ خمسة كم حرف ممكن اقول علي ان هو متحرك؟ خمسة فاولز تمام من هم يا ترى؟ حرف الا والي والاي والا والا والي اي 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 او يو اي اي او يو ممكن كمان نعمله كشكل كده عشان يبقى سهل على الطفل ان هو يحفظ الاسماء بتالي الحروف المتحركة ممكن نعمله كده حرف الا اي والاي والاي والاو واليو اي 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 او يو هم دول الفاولز بتوعنا طيب معنى كده ان اي حرف تاني غير الخمسة اللي رسمنا ليهم الشكل بنسميه حرف ساكن كونسننت كونسننت يعني مثلا حرف البي من الشكل؟ لا مش من الشكل يبقى الحرف ده فاول ولا كونسننت يبقى الحرف ده كونسننت حرف ساكن طيب حرف الدي حرف الدي من الشكل اللي رسمناه؟ لا ده مش موجود في الشكل خالص ده اللي موجودين الاي والي والاي والاو واليو الده مش منهم يبقى الده ده حرف ساكن مش متحرك حرف الجي حرف الجي حرف الكي حرف الال الان الام البي الار التي اي حرف اخر غير الخمسة اللي اتكلمنا عليهم ورسمناهم في الشكل ده هنسميه حرف ساكن هنسميه ايه يا ولاد؟ هنسميه حرف ساكن طيب هم ليه سموا الحروف الفاولز المتحركين بالاسم ده ليه سموه متحركين أو ليه سموه حروف شائية لأن هم بيقدروا يقولوا صوتهم وكمان يقدروا يقولوا اسمهم يعني لما بلاقي حرف من الخمسة دول في أي كلمة ممكن ألاقي الحرف أل صوته وممكن في كلمات تانية نلاقيه بيقول اسمه طيب تعالوا كده نفتكر كل واحد فيهم اسمه إيه وصوته إيه أول حرف ده حرف الآي مين فاكر حرف الآي صوته كان بيبقى عامل إزاي آي مجذة ساندف أ أ أ أ آي مجذة ساندف أ أ أ أ طيب حرف الآي فاكرينوا الحرف اللي ما بيسمعش ده يا أولاد إي مجذة ساندف أ أ أ أ إي مجذة ساندف أ أ أ أ طيب حرف الآي آي مجذة ساندف إي 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 الحرف اللي كان بيسحب كل الحروف معاه ويشدهم ويقول إي 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 آي مجذة ساندف أ أ أ أ طيب حرف اليو يو مجذة ساندف أ أ أ أ يو مجذة ساندف أ أ أ أ أ يبقى اليو اسمه يو لكن صوته أ يبقى عرفنا كل واحد فيهم اسمه إيه وصوته إيه أ 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 يقولوا اسمهم النام لكن الحروف الساكنة يا أولاد يا حلوين يا شطار ما بيقدروش يقولوا غير الصوت بتاعهم بس الساوند بتاعهم بس يعني حرف البي لما بيجيني في الكلمة ما يقدرش يقول بي يقول ب ب ب حرف الدي د حرف الجي ج حرف الجي ج حرف الكي ك حرف الال ل حرف الان ن حرف الام م حرف البي حرف الار حرف الت وهكذا أي حرف أخر ساكن ما يقدرش يقول غير الصوت بتاعهم ما بيقدرش يقول النام ما يقدرش يقول الاسم بتاعهم هو وسط الكلمة هو في الكلمة يعني سواء جي في الأول في الآخر في النص المهم ان هو ما بيقدرش يقول غير الصوت بتاعهم الصوت بتاعهم طيب معنى كده مدام الحروف المتحركة بتقدر تقول الصوت و بتقدر تقول النام يبقى ليها نوعين ليها كم نوع ليها نوعين يا شطار يا حلوين هنكتب كده الفاولز الحروف المتحركة ليها نوعين لأنها بتقدر تقول الساوند بتاعها وبتقدر تقول النام الاسم بتاعها ليها نوعين نوع بنسميه شورت فاول و نوع تاني بنسميه لونج فاول يبقى نوع بنسميه شورت فاول و نوع بنسميه لونج فاول شورت فاول يعني حرف متحرك قصير صوته بيطلع قصير في الكلمة يبقى احنا بننطق فيه الساوند الصوت بتاعه يبقى الشورت فاول دايما الحرف المتحرك يطلع صوته فيه يطلع الساوند ما يطلعش النام لكن اللونج فاول لو لقيت كلمة فيها حرف متحرك و عرفت انه هو نوع اللونج فاول اعرف انه هو هيطلع النام بتاعه اسمه يبقى الشورت فاول هيقوله الساوند هيقوله ا او هيقوله ا او هيقوله ا او هيقوله ا او هيقوله ا لكن اللونج فاول هيقوله ا وهيقوله ا وهيقوله ا وهيقوله ا وهيقوله ا وهيقوله ي تعالوا ناخد امثلة هنا و امثلة هنا و انتو هتفهموها اكتر مثلا هناخد على حرف الاي اول حرف ده كلمة ه هات ه ه هات طبعا احنا عرفنا ان حرف الاي شو صوته بيبقى ه وحرف الاي هنا صوته اللي طلع مش اسمه هات 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 طيب مادام صوته هو اللي طلع الساوند بتاعه هو اللي طلع يبقى نوع short vowel ولا long vowel لا نوع short vowel طيب تعالوا هنا كده هنا عن انطق الكلمة وهنقول هات هات هل حرف الاي طلع الساوند ولا طلع النام طلع صوته ولا طلع اسمه لده طلع اسمه وقلت هات هات اي اي هات يبقى هات 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 في هات طلع الساوند بقى نوع short vowel لكن في هات طلع النيم بتاعه اسمه اللي هو اي بقى long vowel طيب تعالوا ناخد مثال تاني مثلا على حرف اليو كت كا كا ا ا ا ا ا صوت اليو طلع ا يبقى هنا اليو طلع الساوند بتاعه وما طلعش النام قلت كت 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 طب تعالوا ناحية التانية كده كيوت 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 الحرف ده طلع الساوند ولا النام طلع النام قلت كيوت طلع تيو يبقى طلع تاسمه يو يبقى النوع بتاعه long vowel مش short vowel ناخد مثال تاني مثلا على حرف اليو هقول بت 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 ب ا ا ا ا مش قلنا اي مش the sound of ا ا ا ا بت بت ال ا هنا طلع الساوند ولا النام طلع الساوند صوته ا بقى نوعه short vowel طيب نيجي هنا كده beat 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 حرف ال ا طلع الساوند ولا النام طلع النام قلت ب ا ا ا ا ا beat يبقى كده نوعه long vowel ناخد نوع تاني او ناخد مثال تاني مثلا على حرف ال i k k kit k k kit k k kit حرف ال i مش make the sound of i kit تعالوا هنا كده حرف ال i حرف ال i في الكلمة دي هيطلع ال name بتاعه مش هيطلع الساوند هقول kite kai kai i kite يبقى هنا في kit ال i طلع الساوند بتاعه فبقى نوعه short vowel لكن في kite l i طلع اسمه ما طلعش الساوند بتاعه فهيبقى معناه long vowel او سوري هيبقى نوعه long vowel kai بقى لنا كده حرف من الحروف الخمسة المتحركين نحن عرفنا ان عددهم خمسة خدنا ال a وال u وال e وال i ناخد ال o حرف ال o ناخد مثال عليه نفترض hop 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 يبقى ال o طلع الساوند بتاعه لاني o make the sound of hop hop طيب تعالوا الناحية التانية كده hope hope hop hop ال o طلع النام بتاعه اسمه مش الساوند فبقى نوعه long vowel عندنا في hop عندنا short vowel عشان طلع الساوند بتاعه لكن في hop عندنا طلع الاسم بتاعه النام بقى نوعه long vowel ده امثلة بسيطة على الفرق ما بين short vowel long vowel short vowel long vowel حرف متحرك قصير حرف متحرك طويل القصير بيطلع الساوند بتاعه لكن الطويل بيطلع النام بتاعه طيب يا تيتشر انا هعرف ازاي لما يجيني كلمة ان انا هطلع الساوند ولا النام طيب يعني ممكن تجيني كلمة مش علي في المنهج مثلا ما عدتش علي قبل كده وانا مش عارف اقراها طيب اطلع الساوند ولا النام اخليه short vowel ولا long vowel ان شاء الله هيكون في فيديو منفاصل لوحده هعرفكم امتى حرف الاي لوحده هيبقى في فيديو لوحده كده امتى حرف الاي يكون short وامتى يكون long امتى الي يكون short وlong امتى الي short long امتى الاي short long امتى الاو تكون short وتكون long بس ان شاء الله ده هيكون في فيديو منفاصل لوحده كده احنا عرفنا ان ال 26 حرف 26 letters اللي عندنا في الانجليش بينقسموا لنوعين حروف متحركة vowels وحروف ساكنة consonant طيب وعرفنا ان الحروف المتحركة الشائية خمس حروف A E I O U وعرفنا ان اي حرف اخر اقدر اقول عليه ساكن طيب ليه بنقول عليهم متحركين او حروف شائية لانهم بيقدروا يقولوا الساوند بتاعهم الصوت وبيقدروا كمان يقولوا في كلمات تانية يقدروا يقولوا اسمهم النام لكن الحروف الساكنة سبتة سبتة على مبدأها كده زي ما بيقولوا وما بيقولوش غير الساوند بتاعها بيقولوا الساوند بتاعهم ما بيقولوش النام ابدا وعرفنا ان الفاولز المتحركين مادم بيقولوا الساوند وبيقولوا النام بيقولوا النام ابدا ليهم نوعين نوع اسمه short vowel ونوع اسمه long vowel الشورت vowel بيطلع الساوند بتاعه لكن long vowel بيطلع النام بتاعه وعرفنا امثلة هنا وهنا ممكن ماما تقول لي طيب أنا بعد ما أعرف ابني الكلام ده كله عايزة تديلو اكسرسايز بسيط علشان أعرف هو فرق ما بين الحروف المتحركة والحروف الساكنة ولا لا ممكن نديلو مثال بسيط خالص أو اكسرسايز بسيط خالص نقول له circle the vowels يعني ضع دائرة حول الحروف المتحركة إزاي ده هنكتب له مجموعة من الكلمات كده نفترد كلمة umbrella نفترد كلمة bowl egg door fish boy boy elephant point ممكن كمان آآ نفترد مثلا عايزة اختار كده كلمات بسيطة علشان الطفل الصغير يعرف يستوعبها goat goat يلا بينا بعد ما كتبنا مجموعة من الكلمات لأولدنا وقلنا رأس السؤال بيقول circle the vowels ضع دائرة حول الحروف المتحركة بعد ما ابني أو بنتي يستوعب ما هم الحروف المتحركة والفاولز الخامسة بتوعنا A E I O U ومين هم باقي الحروف الساكنة الواحد وعشرين حرف الباقيين بنقول عليهم حروف الساكنة consonant نبدأ نكتب له بعض الكلمات البسيطة وكمان نطلب منه يبدأ يمسك الألم بنفسه ويبص على كل كلمة ويطلع لي من الكلمة الحروف المتحركة الموجودة فيها وهنعمل قوسين كده عشان يطلع فيهم الحروف المتحركة نبدأ بأول حرف حرف اليو هل حرف اليو من الفاولز ولا من الكونسنانت لا ده من الفاولز الميس كانت رسمية في الشكل اللي رسمته قبل كده يبقى فعلا من الA من الفاولز فهنحطه ما بين القوسين حرف الAM من الفاولز لا يبقى خلص ده مش تابعنا خالص حرف الB من الفاولز لا الR لا يا ماما مش من الR الE فعلا كان من الفاولز حتى الميس قالت ان الفاولز بيقدروا يقولوا الSound بتاعهم وبيقدروا يقولوا الName بتاعهم الاسم بتاعهم يعني حرف الE ده ممكن يقدر يقول A A A ممكن يقول E E تمام يبقى هنحطه هنا كده L L حرف ال L ال double L عندنا اتنين L double L هل ال L من الحروف الفاولز المتحركين لا يبقى ملناش دعوة بيهم حرف الA برضو من الفاولز نيجي للكلمة التانية الكلمة التانية bowl bowl بمعنى كورا الB من الفاولز لا يبقى ملناش دعوة بيها نعمل عليها علامة X كده طب الA من الفاولز يا ماما يبقى هنعمل كده علامة صح عليها وهنحطها ما بين القوسين ال double L هل حرف ال L من الفاولز لا يبقى ملناش دعوة بيهم ندخل علي كلمة egg بيدا A A A A حرف ال E من الفاولز اه طبعا من الفاولز ده طلع الساوند بتاعه ال A يبقى من الفاولز وهنحطه ما بين القوسين حرف ال A ال G عندنا double G اتنين G هل حرف ال G من الحروف الفاولز المتحركين الحروف الشائية لا يبقى ملناش دعوة بيه ندخل بعد كده على كلمة door door بمعنى باب حرف D من الحروف اللي كانت مرسومة في الشكل لا ملناش دعوة بيه حرف ال O من الحروف اللي كانت مرسومة في الشكل A طبعا ده كان منور شايفين منور ازاي؟ ده هو يعتبر ال head بتاع الشكل يعني الراس بتاعتنا يبقى حرف ال O فعلا من الحروف الفاولز فهناخده كده ونحطه ما بين قصين حرف ال R من الفاولز؟ لا ال R مش من الفاولز طيب ندخل على كلمة fish حرف ال F مش من الفاولز حرف ال I طبعا من الفاولز فنحطه ما بين القصين ال S مش منهم ال H مش منهم ندخل على كلمة boy boy ال B من الفاولز هل ال B يقدر يقول الساوند والنام؟ لا ده ال B بيقدر يقول النام بس سوري بيقدر يقول الساوند بس الصوت بس يبقى مش من الفاولز طيب حرف ال O بيقدر يقول الساوند والنام يقدر يقول صوته واسمه يبقى من الفاولز فنحطه ما بين قصين حرف ال Y ما كانش موجود معنا في الشكل يبقى مش هنغده ومش هنحطه ما بين القوسين طيب ندخل على كلمة elephant elephant بمعنى feel حرف ال E طبعا موجود في الشكل يبقى هنغده ال L مش موجود ال E حطناه خلاص ال P مش موجود ال H مش موجود ال A طبعا دا كان اول حرف كدبناه في الشكل يبقى هو دا اللي هنغده ما بين القوسين ال N مش موجود وال T مش موجود ندخل على اخر كلمة وهي كلمة goat goat بمعنى معزة مثلا او عمزة حرف ال G مش موجود في الفاولز حرف ال O طبعا موجود حرف ال A طبعا موجود حرف ال T مش موجود كده احنا خلصنا الاكسورسايز البسيط بتاعنا تقدري بعد ما تشرحي الابنك او البنتك الفاولز الحروف المتحركة والساكنة والفرق ما بينهم ومين هم المتحركين الحروف الشقية ومين هم الساكنين ما كانوا من السابتين وما بيقدروش يقولوا غير الساوند بتاعهم والصوت بتاعهم تقدر تكتبيه له بعض الكلمات البسيطة ويمسك الألم بإيده علشان يتعود كل حاجة يعتمد فيها على نفسه بعد ما يفهم الشرح او القعدة ويبدأ انه هو يطلع لك الفاولز الحروف المتحركة الموجودة فين في الكلمات كده لو انا اديت الاكسورسايز ده لابني وحله تمام اقدر ادي له ستار واقول له اكسلنت ممتاز وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو معنا يارب يكون عجبكم ويارب دايما اكون عند حسن ظنكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكمان تعملوا سابسكرايب القناة علشان تكبر بكم وعلشان يوصلكم كل الفيديوز الجديدة اللي بنزلها على قناة ستاب باي ستاب باي باي